استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن المجلس فيما يتعلق بتسكين المقارات الحكومية التي تم إخلاؤها وانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة جاء ذلك خلال الاجتماع الاسوعي الذي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث استعرض رئيس الوزراء عددا من الملفات المهمة منها نتائج مشارقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الشق الرئاسي لدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 28 في مدينة دبي كما أشهد مدبولي بالنشوات الرسمية المصري الكبير على هامش فعاليات القمة وبالأخص توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والشركات العالمية وشركاء التنمية في مجالات تأولوية على الأجندة الوطنية هذا وتطرق رئيس الوزراء إلى افتتاح رئيس السيسي لمعرض مصر الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية أدكس 2023 الذي يضم أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية مشيدا بما يتضمنه المعرض من منجزات وطنية تعكس خطوات مصر التابتة في مجال تعزيز التصنيع المحلي بتعاون مع كبرى شركاء الدوليين المتخصصين في هذا المجال